دعت اللجنة الأمنية العليا أسرة المختطف عشال وكافة أبناء وقبيلة الجعدني وأبناء الشعب إلى قطع الطريق أمام المتربصين لاستغلال القضية لأغراض بناء سياسية وأكدت اللجنة الأمنية أنها تسعى إلى حقاق الحق والكشف عن مصير المقدم عشال وأنها ضد الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى استغلال القضية وحذرت اللجنة الأمنية من محاولات افتعال مسيرات قد تستغل لنشر الفوضى خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والتي تهدف من خلالها أطراف أخرى إلى افتعال المشاكل وضرب أبناء الجنوب ببعضهم وترسيخ سياسة الفوضى في العاصمة عدن والمحافظات المحررة